اهلا بكم في قناة مساء الاخبار واهلا بكل المتابعين والمشتركين النهاردة هنتكلم في توقعين مش توقع واحد حصلوا النهاردة بالذات لليلة عبداللطيف سيدة التوقعات الستة دي دايما كابتقول توقعات واول ما بيحصل توقع احنا بننشره لكم لكن الغريب في الامر ان يتحقق التوقع بنسبة مئة بالمئة ده يعني انجاز رهيب يعني التوقع حصل زي ما هي قالت بالنص وبالزبط وكمان محددة كمان التوقع ده حصل فين في انهي دولة الكلام ده كله هنعرفه من خلال الفيديو تعالوا بينا نشوف التوقعات حابة بس افكركم تعملوا اشتراك في القناة تفعل الجرس وتعملوا لايك وشير للفيديو عشان يوصل لكل الناس الحقيقة توقع ده كانت ايلالة العبداللطيف في اخر مرة طلعت فيها على قناتها الرسمية باليوتيوب وقالت فيها مجموعة من التوقعات العامة وتوقعات خاصة بالدول كان منا توقعات لدولة امريكا كنا عاملين ومبارح وجمعنا في مجموعة كبيرة من توقعاتها النهاردة بقى حصل ذلك التوقع اللي تحقق بنسبة كبيرة بنسبة ما في المئة تقريبا كانت ايلة في توقعاتها زوارك الامن اللبناني تجوب شواطئ البحر تجوب شواطئ البحر وذلك لحدث مؤسف تشهده المياه اللبنانية مرة تانية زوارك الامن اللبناني تجوب شواطئ البحر وذلك لحدث مؤسف تشهده المياه اللبنانية يا ترى ايه الحدث المؤسف اللي حصل النهاردة في البحر اللبناني او المياه اللبنانية وكانت ساعتها زوارك الامن كانت موجودة اهو لسه الموضوع من حوالي عشر ساعات كان نزل على سكاي نيوز بالعربية حصل سكوت لطائر التدريب بالبحر في لبنان ومقاطي يطلب الاستنفار سقط الطائر التدريب تابعة للنادي اللبناني للطيران في البحر قبالة ساحل منطقة حالات شمالي بيروت صباح الاربعاء حسبما افاد مراسل سكاي نيوز عربية وتشير المعلومات الاولية لان شخصين كانوا على متنة طائرة فيما تمشت الفرق المختصة منطقة سكوتها للبحث عن الحطام اضافة الى ناجين او ضحايا واجرى رئيس الوزراء نجيب بقاطي اتصالا بقيادة الجيش وطلب ارسال طوافة للمساعدة في عملية البحث عن الطائرة وراكبيها كما طلب استنفار قوات البحرية في مهمة البحث والانقاذ وتابع وزير الداخلية باسم الملوي الحادث واعطى توجهاته للدفاع المدني لتكسيف عمليات البحث والانقاذ في الموقع كما اوعز الى قوات الامن المشرقة في العملية والطائرة التي سقطت في البحر من نوع سسنة وكانت تنفذ رحلة تدريبية فوق منطقة جبيل وجنيه شمالي بيروت زي ما انتم شايفين الحادث المؤسف هو سقوط طيار التدريب كان فيها اتنين وقعت في المياه وغد دلوقتي بيدوروا عليها وبيدوروا على الضحايا او لو ربنا كتب في عمرهم ناجيين من سقوط الطيارة حاليا فيه طوافات وفيه طوافة يعني طيارة وفيه زوارك حاليا من الامن اللبناني عمليين يدوروا في المياه والحدث على فكرة واخد وضع كبير جدا في لبنان لانهم عايزين يعرفوا ايه السبب الوقوع يا تارى كان فيه حد يضرب الطيارة دي ولا خطأ تقني ولا ايه اللي حصل فالموضوع على فكرة مش قليل وده بالنسبة لهم حدث مؤسف كبير جدا نتمنى السلامة واتمنى يكونوا عايشين ويعرفوا ايه سر الموضوع وبكده تحقق بالفعل كلام ليلة عبداللطيف في زوارك الامن اللبناني تجوب الشواطئ والبحر وذلك لحدث مؤسف تشهدوا المياه اللبنانية بالزبط زي ما هي قالت حصل النهاردة في سقوط الطيارة اما عن التوقع التاني اللي حصل النهاردة برضو وكانت متوقعة بس مش في اللقاء الاخير اللي كانت عاملاه اللي قبل الاخير كانت عاملاه في برضو على قناتها الرسمية الحقيقة خبر مهم جدا ويخص دولة الجزائر كانت قيلة في توقعاتها ان لا خوفه على الجزائر من انتشار جماعات مسلحة متطرفة وذلك بفضل القوات الامنية الساهرة وارادة الشعب الجزائري الواعي الحقيقة من حوالي ساعة نزل خبر على موقع الاهرام بيقول ان التلفزيون الجزائري الرسمي اعلن مساء اليوم الاربعاء ان اجهزة الامن الجزائرية تمكنت من افشال مخطط مؤامرة بدأ منذ عام 2014 لتنفيذ عمل مسلح داخل الاراضي الجزائرية واوضح التلفزيون الجزائري ان هذا المخطط تم بمساعدة اسرائيل ودولة اخرى في شمال افريقيا طبعا كلنا فاهمين من هي الدولة كما اورد التلفزيون الحكومي ان المؤامرة كانت تهدف الى تنفيذ عمل مسلح وذلك بالتواطق مع اطراف من الداخل لتبنون النزع الانفصالية وافاد التلفزيون الرسمي بانه تم القبض على العناصر القائمة على تنفيذ هذه المؤامرة الاسبوع الجاري وده نزل في التلفزيون الرسمي الجزائري يعني مش مجرد خبر احنا بننقله لكم موضوع رسمي ابضوا على جماعات مسلحة بالفعل وكان فيه مخطط لعمل مسلح لعمل مشاكل داخل الجزائر ولكن تم القبض عليهم خلال هذا الاسبوع وبكده برضو تحقق توقع تاني للالة عبداللطيف النهاردة بانه لا خوفوا على الجزائر من انتشار جماعات مسلحة متطرفة وذلك بفضل القوات الامنية الساهرة وارادة الشعب الجزائري الواعي وكملت كمان في التوقع وقالت ان دولة المليون شهيد تتخطى كل الصعوبات وطبعا مع التصحيح عشان في ناس كتير صححوني المرة اللي فاتت دولة المليون ونص شهيد تبدأ ببناء عهد جديد من الامن والامان والاستقرار وحتى اذا تحقق توطر وده الذي اتمنى انا شخصيا بين المغرب والجزائر او الجزائر وليبيا ان يكون ذلك التوتر بشكل مؤقت امين يا رب امين يا رب اتمنى ما حدش يزعل مني في التوقع ده خصوصا لكن الواحد عنده امانة في نقل التوقعات وانا بحب الشعبين ان كان المغرب او الجزائر او ليبيا او كل الشعوب المغرب العربي على راسي من فوق وبحترمهم جدا وخصوصا ان اصلا معظم متابعين القناة من المغرب والجزائر وتونس فليهم تحية خاصة وعزائي الشعب لبنان في موضوع الطيارة اللي وقت هالبنان الايام دي حظها غريب جدا كأن الكون كله ضدها ربنا يستر طبعا لكل الدول العربية ولكن نتمنى الخير لكل الدول ان شاء الله ما يحصلش اي مشاكل ما تنسوش بس يا جماعة تكتبولي تعليقكم ورأيكم في اللي بيحصل حاليا وكمان مكتراحتكم كل حاجة بقراها في التعليقات وانا بحب اشكر كل الناس كنت منزلة فيديو الحقيقة لميشيل حيك برضو بنتكلم عن توقع تحقق مش تحقق هيتحقق بنسبة كبيرة نسبة للاخبار اللي بنشوفها حاليا في تلك الدولة العربية وكنت سأل سؤال الحقيقة في الفيديو وانا بشكر كل الناس اللي جاوبت علي وافدتني بمعلوماتها زي بالزبط لما الناس فادتني وقالت احنا مش بلد المليون شهيد احنا بلد المليون ونص شهيد بلد الجزائر طبعا الحقيقة انا بجد بشكركم انكم بتجاوبوا وتفيدوني انا بستفاد جدا بكل الاجابات اللي انتو بتقولها لي لما بسألكم شكرا جزيلا ليكم وعلى احترامكم وعلى وجودكم معين ما تنسوش بس تعمل وشير ولايك للفيديو عشان يوصل لكل الناس اشرفكم بخير ان شاء الله وتحياتي ليكم يا اهل الجزائر واهل لبنان واهل المغرب وكل الدول العربية شكرا جزيلا لكم اشتركوا في القناة